مرحبا بكم في سلسلة مطبخ امني دل نقطع عليكم اصفاء الغوتي المحشوب بالكفتة والكبدة هنا نشوفوا مقادر تتبيل لهاد الغوتي لدينا في مقادير زيت سيتون لدينا هنا الخلط معهم الملح البزار الخرقوم ثوم محكوك شوية ديال الزير مجفف والقصبور ديال بس مطحون لدينا هذه المكونات اللي ترسف هذه الزليفة وهنا لدينا ورقة ديال سيدنا موسى لدينا أيضا الزيترة يعني طرية أو لا يعني مشففة على حسب اختيار اللغوتي ديالي كما قلت أنه محشو بالكفتة والكبدة أنا هنا يعني السيد اللي يتقدس عنده اللغوتي هو اللي يعمروا لي إن شاء الله في وصفة مقبلة أو في فيديو مقبل غادي نوريكم الطريقة باش نعمروا اللغوتي ديالنا ثم كنناخد التسبيلة ديالي وكنتبل بها اللغوتي ديالي مزيان لما كتشوفوا الكبدة والكفتة باش محشوها يعني كتب اللينا من التحس نتبل هاد اللغوتي ديالي مزيان وكنخليه جانبا يعني يعني أطول وقت ممكن تقريبا نساعة أو لساعة مقنية باش يشرب تلك التوابي اللي درنا ليه خلوتي تصمم بشكل لسيدنا موسا وكان اللفو في بلاستيك ثم في ورق الطهي وف الورق الألوميون كان اللفو مزيان وكان دخلو الفرن حتى كي طيب تقريبا هنه عندي جوش كيلو تقريبا غديحتاج ليه في الوقت ساعة ونستهل ساعتين يعني تقريبا باش نعرفو الطهي ديال اللحم ديالنا ديال اللغوتي كلها نسكيلو كيحتاج نساعة هنا هاد الففلة صغيرة غادي نعمرها وغادي نرفقها مع لغوتي ديال الطبق ديال اللغوتي نعمرها بالقمح إبلي ندوز نشوفو طريقة كيفاش نحضرو هاد القمح إبلي هنا كنا نخطني جرال كندي فيها زيت زيت شوية ديال الملح البزار شوية ديال الخرقوم شوية ديال التحميرا يمكن كتروج كندي روغي شوية شوية ديال القصبر مع دنوس لمقطعين أرقاق ثم غادي نطيف عليهم القمح إبلي وغادي نضيف شوية الماء الملكافي اللغي طيب لي هاد قمح إبلي اللي أنا ما كيحتاج بشتاح بزاف وكان طيبو حتى كي يشرب لي الماء وكي يطيب خودار اللي غادي نرفق مع لغوتي ديال اللغوتي ديال كما كاتشوفو هنا درط البروكولي خيزون الكورجت البوارو واللو بيار خضراء هنا رشيتهم بشوية الملحة وغادي نبخرهم ناخذ الففلة بعد مخويتها كما كتشوفو ونعمرها بالأبلي ثم نبخرهم مع الخضر ومفرغ مره نأخذ الشامピنون اضافة زيت سيتون اضافة ليس الملح اضافة التوم نضيف السوس سوجان و نضيف الشامبينيون و الماء كافي و نضيفهم يرطيبون هذه الخلطة هي التي سنستعمل لكي نحضر السلسة التي سنرفقها مع الغوتي هذا الشكل نهائي للطبق الغوتي مع الخضر المبخرة كما تشوفوا يجي رائع و راقي جدا يعني وصفة اللي تقدموها للضيف ديالكم كما تشوفوا هنا الشامبينيون اللي بعد ما طابوا زينت بهم الغوتي هذا الخضر بعد ما طابت يعني كندوزها شوية زبدة و الملحة و البزار كنصوتها شوية و من بعد نرفقها مع الطبق الغوتي و أيضا السلسة بعد ما طيبت هذه الشامبينيون كنزولهم كناخد تكشي اللي بقى كنضيف له كريم فخش و نحركه غير شوية على النار و نقدم لصوص تيالي و هنا هادي لاصوس بسلسة طماطم و الياغورت أو دائما القشدة طارية رابط الوصفة اللي ستجدها في فيديو فوق عندي في الموقع و طبعا هادو الفليفلات اللي عمرنا بالقمح إبلي كما تشوفوا يجيوا على هاد الشكل يجيوا رائعين و لداد بزاف نتمنى تعجبكم هاد الوصفة و تطبقوها و ليعجبكم فيديو بارتجيوه عندكم و اشتركوا بالقناة بس توصلوا دائما بجديد الوصفاتي و بسحة و الراحة